يعني خطاف هؤلاء المدنيون الأحد عشر ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل هذا الفلتان الأمني الذي يضرب كافة مقاطعة العفرين هذا الفلتان الأمني لو لا دعم ومساندة دولة تركية لما تجرأ هؤلاء القيام بهذه الأفعال المدانة بكل معنى الكلمة يعني خطف هؤلاء أحد عشر مواطنين من قبل اللواء الوقاص في قرية هيك جي تابع لنا حيث شيء هذا الخطف يتم باستمرار من قبل كافة الفصائل يعني كل فصيل من فصائل الذين يسمون أنفسهم جيش وطني وهم بعيدون عن كلمة الوطنية هناك كل فصيل يتحكم بعدة قرى وكأن هذه أملاك أجدادهم وكأنهم همات هذه الأراضي علما أنهم لا يعرفون هذه المنطقة وليسوا أبناء المنطقة وليسوا يعني لا يعملون بأي صلة لهذه الأراضي التي يحتلونها هم الآن مستلطنون وتحت أمنة الاحتلال التركي طبعا القصد أو السبب في هذه الاعتقالات إن كان أولاد أحد عشر أو غيرهم هو الحصول على المال الحصول على الفدة النقدية بأي طريقة كان يعني هم يعتبرون بأن هذه الأراضي هي ملك لهم يعتبرون أن أموال الكرد في عفرين حلال عليهم إضافة إلى كل ما تفضلت به سيد سليمان عفرين كانت ولا تزال تعاني من القتل والتهجير بالإضافة إلى الاستلاء على الممتلكات المدنيين ماذا فعلت المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني حيال ذلك يعني ما احترامي لكافة المنظمات الدولية حتى الآن لم تلتفت أي دولة أو لم تقوم أي دولة بالضغط على تركيا بشكل رئيسي لأن تركيا هي المسؤولة المباشرة عن كل ما يجي في عفرين باعتبار دولة التلال فقط هناك يعني نوعتي مثلا فقط هناك يعني منظمة دينية أمريكية زارت شرق الفراد وأرسلنا إليها عدة رسائل بالأدلة والصور ما يجب في عفرين وتدمير المزارات الإيزيدي بشكل خاص تلك المنظمة انتقدت تركيا وعندما انتقدت تركيا على الفور أرسلت تركيا بعض الجماعات بأن يعيد ترميم أحد المزارات الإيزيديين وبعد ذلك بأسبوع أرسلت تركيا رئيس ما يسمى الاتلاف نصر حريري يعني أنا شخصيا عندها قلت رأيي بأن زيارة الحريري لتلك القرية الإيزيديية ليست إلا التأكيد على أن تغيير ديمقرافية الذي خطط له يسير على ما يرام نعم وليس كرمى لعيون السكان القرية لا وبالتليل أن تلك القرية التي تحدثت وهي قرية باصفان تحديدا كان عدد السكان وقبل الأزمة السورية 3500 من نسمة الآن تعدادهم لا يتجاوز الـ 170 شخص وكلهم من الكبار السن إذن الآن هذا التغيير ديمقرافي الذي يجري على قدم وساق وبدون أي التفات إلى الإنسانية أو إلى القرارات الدولية يجري كل زالة تحت حراب الدولة التركية نعم من الشباء سليمان جعفر رئيس المجلس التشريعي في إقليم عفرين شكرا لك على كل هذه الإضاحات